بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كرام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نشرح هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الجامعة الصحيح من خلال توضيح أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين هذه الأحكام ونبين ما فيها من أحكام وفوائد ودرر وكذلك نبين قاصة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودا نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدها نستمعنا لهذا الحديث وننزل الحديث موصولا في شرح حديث كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد وصلنا في شرح كتاب المزارعة وهذا الحديث حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه في باب المؤاجرة عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها ما معنى المزارعة؟ المزارعة هي زراعة أرض الغير مقابل نسبة من المزارعة يعني من محصولها وأما المؤاجرة فهي زرع الأرض مقابل أجر ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وجد الناس أهل زراعة أهل فلاحة لذلك نظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملات وجعلها موافقة كتاب الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن الغش ونهى عن الربا ونهى عن الغرر ونهى عن التدليس بين الطرفين بين البائع وبين المشتري وبين المؤجر والمستاجر كل ذلك يعني يجب أن يسوده العدل وأن لا يحصل فيه الظلم لأي طرف من هذه الأطراف لذلك أقر الإسلام البيع الذي فيه حدالة ونهى عن كل شيء فيه ظلم من غش أو غرر حتى يقطع الخصومة بين هذه الأطراف وحتى تعيش هذه المجتمعات بأمن وعمان وأخوة ومحبة وحتى لا يحصل هناك المشاجرات والساب والشتم وهذا الآن نحظة للأسف في الأسواق عندما يعني يتعدى طرف على آخر فربما حصلت المشاجرات وأدت إلى ملا تحمد عقباها ولا شك أن الشريعة الإسلامية من مقاصد الشريعة الإسلامية هو حصول يعني العدل بين جميع الأطراف وفي هذا الحديث يخبر يعني هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وهي إجارة الأرض بجزء منها والعمل في الأرض يعني ببعض ما يخرج منها من الثمر وطبعا هذا يعني محمول على حدوث الغرهر حدوث المخاطرة حدوث الجهالة وكان أشهرها هي التي يختص بها صاحب الأرض بجزء منها وما يعني يحصل فيه لنفسه وإلا فإن للمالك أن يؤجرها يعني بنسبة شائعة مما يزرع فيها مثل الربع الثلث النصف فيكون الإنتاج على هذه يعني النسبة وهذا الأمر ومصداقا لما جاء في حديث من عمر في البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن بن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأباح لهم المؤاجرة بدلا من المزارعة وهي أخذ أجرة معلومة سواء بالذهب أو الفضة أو النقد بالدنار بالدرهم فلأن هذا النوع من الإجارة يعني يكون أبعد ما يكون عن الغرر والغرر هو يعني نوع من أنواع من الأنواع التي حرمها الإسلام في البيوع كذلك حديث حنظل بن قيس أنه سأل رافع بن خديج وهذا في الصحيحين يعني عند الوخاري مسلم سأل رافع بن خديج أو بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق يعني بالذهب وبالورق اللي هو الفضة فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به هنا يقول الإمام بن قدامى كلام جميل في كتابه الماتع الرائع المغني قال وتجوز المزارع ببعض ما يخرج من الأرض وبين معنى المزارع وهي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع يعني بينهما وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم وأما المخابرة فهي المزارعة واشتقاقها من الخبار يعني الأرض اللينة والخبير الأكار وقيل المخابرة يعني سموها مخابرة لمعاملة أهل خيبر اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك روى البخاري عن جابر قال قال كانوا يزنعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل يعني فليمسك أرضه ومفهوم المزارعة يعني مشروع في الشريعة الإسلامية وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها و كذلك قيل المزارعة تكون مين اثنين فيجوز أن يكون المزارع اسما لكل واحد من العاقدين من العاقدين لكن استعمال في إطلاقه على الذي أخذ الأرض ليزرعها دون دفعها إليه إذن المزارعة استلاحا أخواني الكرام أخوات الكريمات هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له يعني نصيب مما يخرج منها سواء يخرج منها النصف أو الثلث أو الربع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما عامل أهل خيبر عاملهم يعني على النصف يعني المهم أن هناك نسبة معينة يتفق الطرفان عليها ولا شك أن هذا جائز في الشريعة الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إياكم لطاعة مرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر